اشتركوا في القناة 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 اللي هو خمسمائة مليار في طيارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال شدينة وهذا ينعتبروه عدوان في البداية وهذه دولة باعثة فلوس الداعش الى اخره في فترة الحرب في عز الحرب ثم فيما بعد صارت وساطة قامت بها بعض الاطراف الدولية والنهارات تم تسيب التسعة قطريين بوساطة روحه ويبدو انه الخمسمائة مليون دولار قالوا لهم عفر الله عن ما سلف والطيارة كانت جايبتها مساعدة للشعب العراقي باش نعطيوها للحكومة قالوا لهم الحكومة ما لهاي وصلت جزاكم الله خيرا اش طلع كيفش لت العملية اطلع عن نظام العراقي ولا الدولة العراقية دبرت خمسمائة مليار ودبرت قطرا وروحت بجماعتها اللي تشدوا معناها جايبين كانوا جايبين لفلوس كيفش باش يعطيوها لشكومش اسباس فليجات وراوها كانت تبعوا العلام في التلافذ وراوها يهبطوا فيها سنادق الخمسمائة خطر مليون دولار راي عبي فليجة وحده معناها في تونس احنا شفنا كوتاي جانب بتاع فلوس تجي على البنك سنترال يعني كما الكناتري اللي يتعدى على بورترادس وكما اللي هرب يذهب ولي هرب كذا عديها على المطار هل انه السؤال ثم فلوس اخرى دخلت من المعابر توزعت هل انه ثم مليارات من الدولارات معناها دخلتنا ايضا من غير ما تكون تحويلات بنكية يفترض انه الحقيقة احنا توقع دين نفتشو على الحقيقة اللي صارت عام خمسة وخمسين مع بورجيبة ثم كشف الحقيقة والمسطور والحكاية العدالة حقيقة حقيقة تو خوية باش البلاد تتعافى هذية ثم حقاياك كثير انا على يقين مالح كما قال الشاعر انه بش تكشف في المستقبل وثم برشة ناس عندهم معلومات على الفلوس هذية يفترض انهم يمدوا باية الدولة توفيق العيش يتحويل واحدة وعشرين مليارا في سنتين يعطيك تسلسل زمني كتبته الشروق خمسة ماية فين وحداش دخول اول عملية تهريب اموال من ليبيا خمستاش جويل الفين وحداش دخول دفعة ثانية جانفي الفين واثناش تهريب اموال بالعملة السعبة ديسمبر الفين واثناش حاجز اموال في الحدود فيفري الفين وربعتاش سحب خمسمائة الف اولو سحب حوالي ثمانية مليارات اولو خلال السنتين هذي الكنولوجي اللي كنتبعوا احنا كنتبعوا احنا من الفين وحداش لليوم نقولوا فما مبالغ مالية دخلت موريبة ما نعرفوش وين مشيت وش كون صرفها وفيش تصرفت بالضبط الاموال هذي اثبت بالتحري انها جاية من كونت تابع للقوات المسلحة القطرية هذا وحده في اي دولة في العالم مهما كانت علاقاتها بقطر تطرح نقطة استفهم انه قوات عسكرية لدولة ما تضخ اموال تمشي لدولة اخرى هذي في حد ذاته تحري هذي جيش اجنب يوليه جيش اجنب هذي في حد ذاته تحري هذي هذي العملية اللولة العملية الثانية انت عندك شخص على اراضيك او مجموعة اشخاص يحملون الصفة العسكرية لدولة ما عندهم دي كونت بونكير يتصرفوا فيهم في تراب الجمهورية يعملوا في تحويلات للجنوب تتسحب فلوس من ناس ما عندهمش حتى صفة ناس قطريين وتوانسة يسحبوا الفلوس معناها يجي يمشي يلقي شي يقولوا مش ناخذ من الكونت الفلاني تالو 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 هو ما عندوش صفة لا عندو تفويض من صاحب الرصيد ولا عندو حتى شي تسحبت الفلوس هذه وبعد في التحقيق معناها كيوصلنا لالفين واربعتاش وتحالت القاضية بالتحريات متاع الفرق المختصة في وزارة الداخلية وبتحريات النيابة العمومية وبتحريات لجنة تحاليل مالية اتضح انه الشخص هذا عنده علاقات مريبة بسفارات اجنبية وتفهمت اللعبة ياسيدي نقولوا من الفين وحداش لالفين واربعتاش البلاد في حالة فوضى والبلاد في حالة ثلاثين عام والاجهزة تعبة وما تنجمش تراقب والغطاء السياسي والبلاد فوضى بيه الفين واربعتاش اكتشفت انتي الامر تحلت فيه تحقيقات وين ينتيج البحث وعليش تعدمت التحقيقات هذه وعليش تحقيقات هذه ما ظهرتش بيه هو انا النجم نفسر نقول لك انه العملية هذه تم التحقيق فيها الاكتشافها في اخر عهد مهدي جمع رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمع ومهدي جمع قال انه وسيقول انه اكتشف هذه القضية وبدأ يشتغل عليها وبدأ يحيل ملفات القضاء فجأة جاء السيد الحبيب الصيد القضية هذه انتهت اشتلع بعد قبل الملف قبل الملف فما توافق صار فما توافق سياسي معين صار عنده حساباته اكيد فما هبات واموال وعطايا ووداء دخلت التونس من جهات معينة اذيك عندها حساب واكيد عندها علاقة بما حدث وما سيحدث فما استقالة قائد اركان الجيش التونسي ويزينا نشوفه طواوين مقيم وكيفاش مقيم وشني ظروف اقامته لانه مجبوط في القضية هذه يعني فما برشة نقاط محامس ارشيد عمار اي سيد شيد عمار اه حاد اركان نجوش البر اه اليوم يزينا نشوفه وين مقيم وشني علاقته بالقضية هذه وكيفاش العسكري هذا اللي تحت جناحه اسحب خمسمائة مليون وين مشيت وكيفاش مشيت هذا الكله اسألة يزينا تطرح اليوم حاجتين يأما اليوم التوافق السياسي ومصالح السياسيين فوق مصلحة الدولة التونسية وهذا احتمال يأما مصلحة الدولة التونسية فوق كل الاعتبارات واليوم الناسة هذه الكلة زمجية التحقيق في نفس السياسيين تازه العاكد من المغرب بتقول الصحيفة تحالف النهضة والنداء البحث عن الحماية من ازمة الخليج والحرب على الفساد وكأنه لوما يحب يقول انه نداء والنهضة وقت يخرجوا بيان مشترك في تابع النهضة وفي تابع نداء وكأنه النظيفة الحملة اللي قد فيها يوسف الشهد أنا تقديري لا يقال بهذا المعنى الغلط في العنوان هو النهضة والنداء براء من هذا لأنه أطياف هذا هو بالضبط التوصيف حافظ قائد السبسي وحركة النهضة ومدير التنفيذي وحتى حركة النهضة مدير التنفيذي غير شرعي جاء بنقلاب ساهمت فيه سلطة وهذا يكشف في المدة القادمة محك الحق في نهاية المطاف الحديث عن أنه النهضة والنداء النهضة حزب ديني معروف أخوان المسلمين مكتب راشد الغنوشي زاد حتى في تفصيل النهضة راو النهضة ما هيش كلها في شكرة واحدة ثم النهضة اللي هي الحزب واللي هي القواعد وثم مكتب راشد الغنوشي اللي هو سبعة ثمانية أشخاص وثم معاهم سحافظ قائد السبسي اللي هوم عندهم تو أكثر من عامين عاي طولو يا فخامت الرئيس طول بالك لا 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 ما تو بالي يقولو فخامت الرئيس لا 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 يجمعت النهضة مكتب الشيخ راشد هم اللي يقولولو فخامت الرئيس ورانا بيش نحطوك بعد ورانا احنا هم اللي ندعموك واضح طفيق العياشي اليوم ما يقولك ندام النهضة معنتها برغم التضييقات برغم الشيء اللي تقال في نوابهم برغم المحاصرة اللي سيقى داخليا وخارجيا معانت اليوم يقولك احنا مازلنا سامدين هل كما قلت انت معانت هو هي مسالح شخصية مسالح سياسية فوق معانت فوق المسالح مسالحة متاع الوطن وإلا تكتيك سياسي الخروج من الأزمة هذه هو إزامنا نتلقو متوصيف صحيح الساعة ما همش النهضة والنداء هو حركة النهضة أو القيادة حركة النهضة ومجموعة من النهضة مجموعة صغيرة يمثلها السيد حافظ قائد سبسي هي اللي اختارت بشتمشي فيها الخيار هذي اللي سائل ان يسأل توا أزمات الحكومة اللي مرت بها يوسف شهد ما يشي جديدة والهزات اللي تعرضت لها ما يشي جديدة وكان يمكن أن تطلق هذه البادرة والمبادرة في أول في بداية الصعوبات اللي تعرضت لها الحكومة حكومة ما يصم بحكومة الوطنية علش اليوم عملوا هيئة عليا للتنسيق وعليش كي تربطها انتي بالتغيرات وبالأحداث اللي صايرة البرة وبأزمة الخليج وبما يقال على أنه الأزمة هذه بيش تنعكسها على الأذرع متاع الممولة أو اللي تتمتع بالغتاء القطري في تونس فتفهم أنه فما صفقة ما أنه فما اتفاق حماية الاتفاق حماية ذي عنده ثمن ناس فكر في المستقبل لك سمح داخلي وداخل خارجي معتها إلى متى فما رسال لا لا السمود لا السمود سمود ذلك يمشي حسب مجرأيات الأحداث وتقلبات الأحداث وتتطورها ولكن أنا أحكي لك على المبادرة الأخيرة هذه يعني مبادرة كتنزلها في سياقها الزمني متنجمش تتقرأها كين هكا متنجمش تتقرأ أنه والله فجأة اليوم فيقو إفهمة أزمات يوزمة للجنة لإسناد يوسف الشهد لا لا فما اعتبارك أخوه بعيد كل البعد عن إسناد الحكومة وعن محاربة الفساد لأنه توكأننا نحب نتمثل ماذا يجري على إيقاع أزمة الخليج الحالية حركة النهضة بش تقوله ياسيح حافظ لك أنت بيدك بعثنيك غادي أنت مارلت سيدا معنا بعد أزمة الخليج وقتر وسعودية والإمارات تخرج الوثيب فشأة على الفيسبوك صفحات وشي يقال أن الإمارات عندها جماعتها في تونس شي يقولك قطر عندها جماعتها في تونس وكانوا اليوم ويكيليكس جديد ولا حلقة جديدة من حلقات الربيع العربي اليوم شوف شوف الحقيقة اللي نشوف فيه أولا نحن يجب أن نفهم ونقولوا رانا أكبر من أي ولا لأي دولة خليجية تونس تاريخيا تحررت من فرنسا بعظمتها وسلاحها وفيرساي وملوكها فدول الخليج أنا أقول أقل من أن نكون تابعينها وعملها لها اللي فرد مشاهو مديدو القطر ولا الإمارات ولا الغيرها ولا البحرين ولا الغيرها تحمسوا لي بقاعد شوف ثم حاجة دي ما وقت اللي يتقال أنه قطر ونفوذ القطري في تونس ثم نسخلت فلوس يقولوا ما لم يحطى الإمارات معناها شو إذا ما ليش قطري معناها إماراتي لا 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 شوف ثم قطر كانت مركز الأخوان المسلمين وماعتقدش كونه الإمارات كانت مركز لبقية التوانسة ما يجيش كلم هذ بقاعد كلهم كلهم حاولوا يتموقعوا كما تموقعوا في ليبيا حاولوا يتموقعوا في تونس لكن أنا نقول لا قطروا للإمارات واللي بضوح معناها قطر لعب الدور في الحرب اللي صارت في سوريا وفي العراق وفي ليبيا الإخوان المسلمين عندهم مركز غادي يؤلز مجمعتهم في الإقليم بكامله أنهم يعاونوهم على هذا لكن ماعتقدش أنه الناس الإمارات عندهاش بعض كعبات خداوا منها فلوس ولا مش يقول ولا عملوا معها علاقات فهذا بيقولش أنه اللي ماهوش قطري في تونس رهو إماراتي في الآثنية منصف المرزوقي يقول حماس ليست حركة إرهابية والهجمة على قطر لن يكتبى لها النجاح ما زال رئيس الجمهورية سابق ورئيس حزب حراك تونس لإرادة محمد منصف المرزوقي صامدا في موقفه أنا منحبش نحكى لسيء منتهى أنا حكيت عليه مرة للمنصف المرزوقي لا خفاء السياسي السيء وياهم والأمر لا معناه حكينا عليه مرة واعتبرت أنه أخذاه حيز من اهتمامي واحد وصهرت شوية وصهرت شوية في الليل بش نكتب ما عاش ناجمنا أما مش نرجع عن نقطة مش نرجع لك يا نبيل مش نرجع عن نقطة أزمة الخليج وقلت أنت كلام مهم أنه هالدوسيات اللي تخرج كسارة الأزمة اكتشفنا حاجة سارة اكتشفنا أنه عدد سكان البلدان المتنازعة سواء قطر أو الإمارات أكثر من له هو موجود لأنه عندهم جالية كبيرة في تونس لأنه أحنا واثبت أنه تونس فيها برق معنى السياحة فيها منتعشة لأنه الموجودين هذي صعيب بش يكونوا توانسا راهوا فما استماتة في الدفاع سواء على خاصة الشق القطري والشق الإماراتي والشق السعودي لدرجة تقول أنه الناس هذومة بالحق معناها السعوديين أو قطريين أو الناس هذومة مواطنين فقط مقيمين في تونس يعني الحرب الدائرة طوى في الفيسبوك بين التوانسا أكثر شراسة وأكثر حدة من الحرب الإعلامية الموجودة بين البلدان طرفين الأصليين ما حتى من انسقوش لأزمة وهذا خطير جدا ثم الناس البارح هتقول لك يشنوا في حرب على قطر لأنه قطر قررت أن تحمي الإسلام والآخر يقول لك قطر هي تمثل جبهة الممانعة اللي هي العديد والسيلية يمثلوا ثمانين بالمئة من الأراضي ومن العدد الموجودين والفاعلين في قطر ومعني حالة غريبة وعجيبة نرجع على الكلام قال المهم قال لو سيلازه العاكرمي قال أنه فما ناس ما تنتميش لتونس فما ناس تنتمي للفكر للإديولوجيا تنتمي للمشروع متاع الدولة الإسلامية المشروع متاع الأمة اللي قياداته موجودة والبلدان اللي ترعاها قطر وتركيا وفما بلدان وفما ناس أخرين سواء بالفلوس سواء بنكاية في قطر متشيعين للإمارات ومتشيعين للسعودية بطريقة معناها مريبة جدا كما قال سيلازهر نحن توانسع لنا قطريين ولنا إماراتيين نحن ندفع على بلادنا إلى النهاية لتهمنا لا في قطر ولا في الإمارات ولا في غيرها من قبائل الصحراء إلا بقدر مصلحة بلادنا إلا بقدر مصلحة بلادنا وبقدر حجم اختراقهم لبلادنا وبقدر حجم الفلوس الفيزي اللي تضخت في بلادنا واللي خربت واللي جندت آلاف التونسيين ومئات الشبان التونسيين وهزتهم للمحرقة في سوريا وفي غيرها من بؤر القتال هذا ما يهمنا بالضبط كشف الحقيقة وملاحقة ومحاسبة كل الناس اللي عندهم علاقة بالبلدان الهذه ولا بالمخابرات الأجنبية وإلا بأي طرف أجنبي عكر وعفن الوضع في البلاد من 14 جنفة 2011 لليوم بأرجالي في دقيقة للتسريح بتعمل مرزوقي نزيدك اسمعني نزيدك نزيدك شكاليخة قاسة تنكسر هذه الدول الأربعة مثل ما تكسلت الهجم على تركيا وواضح أن هذه المجموعات هي التي تآملت على تركيا وفشلت وستفشل أمام سمود قطر إلى هذا الحد ما عدت شوف الولاء ما عدت شوف الولاء ما عدت بكتر لقالوا أمير قطر ما قالوش ولا قالوا وزير خارجي القطري ولا قالوا أي مسؤول قطري أي مسؤول قطري تقول والله نحن نأسف للأزمة ومن نحبوش نضغل نضخل الضغوط وأنا ماشيين عن مثال في تونس يقولوا الخبزة مرة هذا أبعد من الخبزة هذا كافيار مرة لا 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 تبيج مرة كافيار مرة تبيج وحلي بيج مرة هذه حالة مراضية كافيار الكل مالك